موسيقى سابع قليلة ولكن طبقا للدستور يعقد مجلس النواب في أول الأسبوع من أكتوبر ممكن يتم عقده في جلسة أو اثنين أو ثلاثة في شهر أكتوبر وده تبقى للدستور يعني يا فندم فيه جلسة في أول أكتوبر ممكن تتحسب بقى ده يبقى دور العقاد سادس نعم فنفيش ما يمنع طبقا للدستور يبقى فيه دور العقاد سادس أو دور العقاد سابع فده مهيش مشكلة عشان حصل لغط بس في الناس بتقول أن الناس تعودت بالزاكرة أن مجلس النواب هو خمس ده دور العقاد والدور العقاد الخامس انتهى ولكن مجلس النواب مازال قائم حتى يوم تسعة واحد الفين واحد وعشرين فممكن عقد في ذلك الوقت تحديدا في أكتوبر لأن ده تبقى النص دستوري حاكم للمجلس النواب ينعقد في أول أكتوبر أو الأسبوع الأول مكتوبر هل في موضوعات مهمة هيتم منقشتها في هذه الجلسات القادمة ولا لسه لم يتم تحديد موضوعات المقشة؟ لا لسه لم يتم جدو الأعمال ولكن هو لو تم العقاد فيه جلسة إجرائية وأعتقد أكون فيه جدو الأعمال موجود يتكلم فيه بقى في بعض منقشات القوانين وأعتقد أن تكون جلسة واحدة فقط لغير في تبقى الدستوري نبتدي مع حضرتك بإعادة الانتخابات في مجلس الشيوخ لمقاعد معينة في بعض المحافظات طبعاً أوان أنا أقول لأخواتنا وزملائنا اللي نجحوا وحظوا بشرف أن يكون عضل لمجلس الشيوخ ومثل عن الشعب المصري هو اللي نجحوا مبروك وهي ممكن تكليف ومهمة صعبة عليكم في المرحلة القادمة أتمنى أن يسروا هذا العمل بكل وطنية لشعب مصر ويمكن فيه جولة الاعادة الموجودة وده إذا تحدثنا في جولة الاعادة أن موجود النهاردة فيه تنافسية شديدة جداً ما بين المرشحين ويمكن تقريباً في 12 محافظة أعتقد أن فيه جولة الاعادة طبعاً أنا شايف أنا ممكن روحت الصبح النهاردة حطيت صوتي في برسايد ورجعت شايف أن فيه اهتمام من الناس وبتنزل الانتخابات وطبعاً ده ظاهرة صحيحة والاعادة أيضاً الموجودة ظاهرة صحيحة جداً جداً وفيه تنافسية شديدة جداً وفيه ندية كبيرة جداً في الانتخابات أهم الملفات اللي حضرتك شايف أن هتكون من أولويات مجلس الشيوخ في أولى الجلسات اللي هيتم إنعقدها إيه الموضوعات اللي حضرتك شايف إن هي لابد من منقشتها سريعاً هو طبعاً يعني مجلس الشيوخ يعني طبعاً هو أعتقد أنه هو أنا ما بقولش سابق لكن أعتقد أنه هيوقد في شهر أكتوبر القادم إن شاء الله فيه عنده طبعاً نشعات كسرية جداً محتاجة أنه بدأ يشغل فيها على العجلة قانون المحليات يشتغلوا فيه بمنقشته مع القوى السياسية ومع الأحزاب أيضاً مهم جداً يتحدثوا فيه قانون الإجارات الأديمة ونظر فيه هذه الموضوعات محتاجة مزيد من الدراسة ومزيد من الحلول فيه هذه الأمور أيضاً فيه أعتقد أنه يكون فيها لديهم اتفاقات دولية يمكن قانون العمل برضو فيه من ضمن القوانين المطلوب أيضاً فيه قوانين أحياناً بتحب تعدلي الجزء في مادة في القانون فيه قوانين إسكان فيه بعض القوانين فيه محتاجة أن هم يشتغلوا فيها فهم مشدخلين على نزهة ومدخلين على مسيرة كبيرة جداً من العمل وأجندة طويلة جداً من التشعات نتمنى لهم طبعاً التوفيق ونتمنى أن هم طبعاً لأن مجلس الشيوخ هو مجلس ليه دور وأهمية كبيرة جداً في بعض الناس تقولك لا هو مجلس استشاري لا هو مجلس هو مجلس يعني هيبقى عقل ومكنة تفرخ للقوانين وهيأثر معنا في مجلس النواب لأنه ناخد وقت كبير جداً في الموقشات في داخل اللجانة النوعية وفي الدراسات وقد يكون ممكن ما يكونش عندنا رفاهية الوقت أنه ندرس موضوع بشكل أو بآخر لكن لما هو الموضوع يتناقش هناك ونشوف الجدل الموجود والخلافات الموجودة ويحصروا في نقاط بسيطة ممكن بعد كده يتم لأننا فعلاً فعلاً محتاجين نزيد من التشعاعات الموجودة لأننا فيه تشعاعات لا تتواكب مع العصر لا تتواكب مع القيمة لا تتواكب مع جور مصر يعني هو كده يا فندم هيبقى مكمل لمجلس النواد آه طبعاً هو مكمل وشريك رئيسي في إصدار يعني هو أنا بقول أنه ده اكتمال عمية الإصلاح السياسي اللي موجودة في في مصر اكتمال مؤسسات والغرفة الثانية يمكن هي لا يستختراع مصري لكن هو دول كسيرة جداً في العالم عندها الغرفة الثانية وليها دورها وهي ممكن هيبقالها دور كبير جداً هتشوفه إن شاء الله في المرحلة القادمة لكن برضو إحنا عايزين نوضح للناس أنه إصدار التشريعات في النهاية هو من اختصاص مجلس النواب ليس من اختصاص مجلس الشيوخ يعني لا يجوز لا يجوز أنه يبقى عندك غرفتين لهم حق التشريع مش موجود في العالم لكن أنا بقول أن مجلس الشيوخ هو مجلس التشاري مجلس حكماء مجلس مفكر مجلس ليه دور في وضع السياسة العامة للدولة وضع برضو الخطوط والسياسات للحكومة والاسترشاد بها في حكومة وضع القطط والبرامج للحكومة أيضاً حفاظ على القيم والتراث وعلى ترسيخ الديمقراطية وترسيخ الأسس والمثل الاجتماعية ده دور مجلس الشيوخ دور مجلس النواب هو دور تشريعي ورقابي وهو حق أصيل لمجلس النواب في هذا العامة كان فيه النهاردة عادة 26 مرشح مستقل في مجلس الشيوخ حوالي؟ نزبت طيب حضرتك تتوقع حد منهم ينجح أسماء معينة تنجح في الإعادة؟ أنا أعرف كثير جداً من بيقودوا للانتخابات العادة لكن لا أقدر أقوله أن أنا أتمنى التوفيق لصاحب الحظ وأن ينور شرف تمثيل الشعب المصري تحت قبة مجلس الشيوخ طيب يعني يمكن ظهرت ترشح الشباب في مجلس الشيوخ ومجلس النواب أيضاً بس يمكن في مجلس الشيوخ شيء مهم يمكن من الشباب سن صغير قويب بس في النهاية في ما يمثل الشباب وما يمثل المرأة داخل مجلس الشيوخ أهمية هذا داخل المجلس شوفوا لاحظك حاجة بما أنا يعني فترة الماضية وإمكان إقبال الشباب على ترشيح مجلس الشيوخ في ظل الظروف والدوائر الكبيرة ده أنا شاف خطوة خطوة بيرة جداً بقول تحية تقدير لكل الشباب اللي قدر يعني يخش بفكرة إنه هو يخد الانتخابات ويطرح نفسه على الساحة ويشتغل ويطرح ويناقش قضايا سواء قضايا مهنية أو قضايا تخص المواطن أو قضايا محلية فأنا بقول للشباب ده دليل على أن في أمل في الحياة وأن أخواتنا أولادنا والشباب اللي عايز يشارك سواء المرأة أو الشباب في الانتخابات فده حق أصيل وأنا ممكن برجع تاني وأنا في يوم الآن كنت انتخال تتخابات كان عن 30 سنة فكنت مقبل على تجربة كبيرة جدا من أسبالي واكتسبت فيها خبرات فأنا بقول للشاب اللي نازل أو أي شاب نازل حتى لو أنت ما توفقتش في المرة دي أنت بقيت كادر كويس جدا وأنت هتبدأ تشوف وتبدأ تشوف المنظور بشكل تاني آخر واكتسبت خبرة ويمكن كمان بقول إحنا مقبلنا عن تخابات مجلس النواب أتمنى أتمنى أن كل الأحزاب السياسية تعد كوادر للشباب لأنه نحن محتاجين فعلا ده الاسمار في البشر بحق أنه نجيب الشباب يخش النهاردة سواء مجلس الشيوخ ومجلس النواب ويستثمر هذه العقول والناس دي بعد 10 سنين ولا 50 سنين هيكون هم اللي يمدور في هيكون حكماء الوطن في مرحلة مرحة سيادة النائب يعني الحقيقة كان في كوادر سياسية كتيرة موجودة في داخل الأحزاب صحيح هل فرص المستقلين هتكون متكفئة ولا مش هتكون متكفئة قدام الأحزاب هتكون الفرصة أكتر للأحزاب مش للمستقل شوف هل سيادة يعني احنا طبعا بنمر بتجربة فريدة جدا أول مرة على تاريخ الحياة الانتخابية في مصر مش هقول يعني الحياة الانتخابية والسياسية أن احنا نهاردة في بصدد وجود اتلاف يمكن حصل اتلاف على توفق مع 11 حزب في مجلس الشيوخ وارتفع العدد إلى 16 حزب في مجلس النواب وعايز أقول أن احنا لما بتكلم على أن في اتلاف الاتلاف ده بشكل أو بآخر احنا يعني لو لننا اديولوجية واحدة في حزب واحد بنختلف على الترابيزة انجاز كبير جدا أن الأحزاب دي كلها بتكون جاي قاعدة على الترابيزة ويتفقوا على الترابيزة وفيه اديولوجيات مختلفة وفيه حتى خلافات بره الترابيزة لكن عشان يعودوا وفيه اتفاق أنا شاف ده خطوة إلى أن يكون فيه ثلاثة جهات في مصر في يوم الأيام يعني يمين ووسط ويسار وتبقى دي يعني فعلا وصلنا مرحلة كبيرة جدا فيه مصار الديمقراطية ومصار أصلا التكوين الفكري بالنسبة للمستقلين ما فيش ما يمنع لحد النهاردة الأحزاب كلها فتحة أبوابها ولكن ممكن فيه ناس ما عندهاش الرغبة نتخش الأحزاب لكن ما فيش مشكلة خالص المستقل ليه دور طبعا وفيه ناس دايما فيه ناس بجد ما تحبش خش أحزاب وفيه ناس فيه برضو ناخب ما بحبش يدي أحزاب فليه فرصة طبعا أكيد بلا شك المستقلين لهم فرصة في الانتخابات المجلس النوبر القادمة وأعتقد لهم فرصة في انتخابات مجلس الشيوخ أعتقد في الأعادة لأن الأعادة اللي موجودة بين كثير جدا المستقلين وسواء أحزاب حضرتك في كلامك قلت لي أنه دخلت الانتخابات من سنة 30 سنة ويعني كان ليك مشاركة سياسية منذ زمن بعيد طيب حضرتك شايف مشاركة الشباب النهاردة وتدعيم الشباب في ظل وجود الرئيس على الفتاح السيسي هو نفسه زي ما حضرتك كنت بتتقدم زمان للانتخابات كنت الشباب يعني كان بيلقي التدعيم ده زمان ولا النهاردة في قيادة سياسية بتهتم بالشباب وبدعمهم شوف طبعا يعني نحن دايما الأمنيات موجودة ودايما أنا مش هتكلم يعني بعاطفية وأتكلم أنا هتكلم بواقعية شديدة جدا إحنا دايما يعني كنت برجع بالذكرة وأنا كنت شاب فكنت شايف الدنيا وكذا ودخلت انتخابات وحسيت بمرارة لما ساعت في الانتخابات كان ساعت عن 30 سنة وكنت حس أن أنا كنت أفضل أو لكن أسقلت من شخصيتي وأعرفت بعد كده أن أنا ك والناس بدأت تشوف وترائب سلوكي وترائب أدائي الحياتية والاجتماعية اللي موجودة لكن النهاردة أنا شايف النهاردة وكان يعني الفرق ما بين الفترة السابقة وفترة حالية الفترة السابقة كان هو حزب واحد بس اللي بيخش الحزب ده هو اللي بييجي وهو اللي كذا وما كانش كده هي باب واحد زي ما بقوله يعني والباب التاني هو فصيل الإخوان الإرهابية في وقت ده وبعد كده النهاردة بتكلم في النهاردة فيه أحزاب سياسية فيه تنوع موجود بالنسبة للاديولوجيات الموجودة في الشباب فأنا أقول الشباب عنده فرصة كبيرة جدا فيه دخول انتخابات رقم واحد رقم اتنين فيه عنده حرية الاختيار أنه يروح الحزب ده والحزب ده والحزب ده والحزب ده أو حتى يخوض الانتخابات بشكل مستقل فأنا شايف في الشباب خط دور كبير جدا 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 في هذه المرحلة ويمكن أعرق بقى على المرأة المصرية أنا شايف أن المرأة حصلت على مكتسبات مئة سنة صحيح كفاح لو تكلمت على المرأة من بداية مشاركتها في الحياة السياسية كان بدايتها خروجها في مظاهرات في 2019 ظهرت دور ده يا فندم في مجلس النواب في الفترة اللي فاتت دور المرأة كانت مختلف هل المرأة كان لها دور فعال أكتر حققت نتائج أكتر شوف فندم يعني هي أول مرة برضو في التاريخ تجربة أن مجلس النواب في 90 سيدة أو 90 نائبة 25% لا 15% ده المجلس الحالي مجلس 2015 دي أول مرة في التاريخ أيها كان مجلس النواب اللي كده في 5 سيدات 10 سيدات لن يتجاوز 8 سيدات 90 سيدات ده عدد مش قليل طبعا إنه يبقى موجود في مجلس النواب بالضبط طب حدتك شفت أداهم يا فندم هل فعلا قاموا بالدور المطلوب منهم شوف فندم بلا شك بلا شك احنا كلنا مجلس النواب فينا طبعا البرلماني كان وقت خبرات برلمانية وفينا اللي لسه جاي وكان في مجموعة شباب نائبات شباب فكلهم جايين جداد بياخدوا التجربة الأول مرة أنا شايف أنهم قدوا دور كبير جدا جدا عندهم التحام وتواصل وممكن أنا بقول دايما هؤلاء النائبات الفضليات كان لهم دور فيه حتى في الشارع بدأوا ينزلوا الشارع ويحتاجوا بالشارع وبدأوا اكسروا حاجز إن المرأة مش موجودة لا المرأة موجودة ومش عايزة أتكلم بأسماء محددة لأن المرأة النائبات دولي فتحوا مكاتب بتاعتهم ملتحمين بالشارع إمكان أنا شفت نمازة كسيرة جدا منهم عاملين شغل خيالي والتحمهم من البطنين واقتناحهم بالقضايا وترحوم حتى للقضايا في داخل برلمان لا كان لهم دور كبير جدا في إسراء وكان بيارضوا في نفس وقت بيمثلوا شريحة صوت المرأة في داخل برلمان لو تكلمنا في قوانين إحنا محتاجين نسمع رأيها في قانون الطفولة في قانون الحضانة في قانون في قوانين كده نحتاج كانت تسمع صوت المرأة التربية والتعليم النهاردة صوت المرأة النهاردة طول النهار عالي جدا عشان في قوانين نقصة في هو طبعا بس إحنا منتظرين طبعا المجلس هو طبعا في قوانين نقصة لكن أنا أقول يعني الدكتور طرق شاوي وزير التربية والتعليم هو يعني خد طريق الصعب وتجربة طبعا في في قوة كبيرة جدا هو بكافح أنه هو يخلص وأنه هو يعمل برنامج جديد وإصلاح لأسف كل وفي نوع من الإصلاح لأسف شديد بيبقى فيه فريق تاني مش عايز إصلاح فاللي عايز أقوله إن إحنا إحنا عايزين يعني نتقدم ولا إحنا عايزين نفضل فيه نقول ألف وعمر والتبشيرة خلاص إحنا يبقى كبيرة ده ما نستولدهش أصل ما نستخدمهش أصل النهاردة الجيل الموجود النهاردة أنا شايف يعني أبناءنا الطلبة الخليجي السنوات العامة مجميع مبهرة وعايز أقول هنا أركز على حتى مهمة جدا أبناء الطبقة البسيطة واللي تحت بسيطة النهاردة طبعا ببركلهم وأخذين النهاردة 99.5% طب وهندسة فده أنا أقول ده مؤشر وده حياة صحيحة لأولادنا وأبناء الطبقة الكادحة وعايز أقول أن الدروس الخصوصية مش هي اللي بتجيب 95% أو 99% عايز أقول أن أولاد مهن بسيطة جدا جدا أنا طبعا بحيي الأسرة اللي عملت كده وبقول أن هنا برضو في طاقة أمل أن الشاب الصغير ده هو كان محتاج شوية هدوء بس وأبسط حاجة النهاردة التكنولوجيا أرخص حاجة النهاردة التكنولوجيا هو خلاص بيعد نفسه عن طريق التكنولوجيا وخلاص بقى أنا شايف بقول لحدك ده طفرة وتحول كبير جدا جدا هيأثر فيه 3-4 سنين اللي جايين هتشوفي مش ابن الدكتور يبقى دكتور أو ابن لا هتشوفي أنت أولاد ناس بسيطة جدا جدا يعني هيقون في مبدأ لتكافؤ الفرص مبدأ لتكافؤ الفرص وكمان أنا شايف أن طريقة يعني هو طبعا يعني سمع بعض سمعه من وزير التربية والتعليم أن حتى التصحيح بعد كده هيكون إلكتروني أو كمبيوتر ده حضرتك طالب السنوية العامة هيخرج من الامتحان هيعرف نتيجته وخارج بالضبط طبعا ده ده تحول يعني في بعض احنا عندنا جزء كده جاء قاعد كلاسيكي قاعد رفض كل تطور رفض معرفش ايه رفض لكن أنا بقول ده طفرة كبيرة جدا 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 النهاردة الطفل عنده أربع سنين بيفهم في التليفون أكتر مني بيشتعل على كمبيوتر أحسن مني فهو ده ده لازم نتطور طب أنا عايز أقول بقى القصة التانية بقى مطلوب مطلوب أن المعلم رقم واحد أنه يكون بقى فيه وأنا بطلب سيد وزير التربية والتعليم يستعين بمجموعة من الشباب الموجودة لخريجي الكليات التربية النوعية وكليات التربية لتنفيذ هذا المشروع والاستف الكبير ده متشكرين هم موجودين وممكن يتعامل مع سواء معاش وبكر يتعامل كذا لكن أنا محتاج أنا أقول السيد وزير التربية أنت محتاج على الأقل على الأقل محتاج على الأقل مئة ألف شاب يروحوا حتى عملهم بالتعاقد هم اللي يشتغلوا فيه عملية تعليمية ودخول البرمجيات والتكنولوجيا ويبقى الشاب الصغير ده بيعامنا ده ما فيش تباعة في الأجيال طيب ننتقل لتجربة مجلس النواب اللي فاتت أنا عايزة تقييم حضرتك بما أن حضرتك وكيل مجلس النواب عايزين تقييم لأداء المجلس في الدورة السابقة وما ينقصه اللي المفروض يتعمل في الدورة القادمة يعني هو طبعا أنا شهدت مجروحة في أن أنا قيم قيم نفسي أو قيم البرلمان ده كان أنا هنا هتكلم بلغة الأرقام لو أنا جيت بقيم مجلس النواب هقيمه على مثلا المجلس السابق وهتكلم بالأرقام مجلس النواب الحالي هو مجلس طبعا يعني خرج من رحم السورة مجلس متنوع مجلس بالأرقام كده في 50% مرأة يعني 90 مرأة وده أول مرة في تاريخ مصر تقريبا 40 قبطي وده أول مرة في مصر زيوح تيجات خاصة وده أول مرة في مصر لو جيت أتكلم ده بالنسبة للتكوين بالنسبة للمجلس طب لو جيت أتكلم في 19 حزب وده أول مرة في مصر نكون في 19 حزب بتاعت قبة البرلمان في كذا أيضا في اتلاف وده برضو أول مرة يكون في اتلاف في مصر فأنا أتكلم في 7-8 حاجات جديدة ما كانش موجودة في مجالس السبق طب الأمر التاني عدد عدد لجان المجلس النواب بممكن برضو عدد لجان المجلس زادت في هذا المجلس وعملنا لجان الشؤون الأفريقية وعملنا لجان حول الإنسان وفيه لجان كثيرة تم إضافتها في هذا البرلمان فعشان أقيس هزلم المجالس السبق لأن الأسف الشديد لازم بالأرقام المجلس النواب الموجود ده يكسب لأن مجلس النواب الموجود بالأرقام دي لا يكسب لأنه خد شريح كسر جدا طب بالأرقام برضو القوانين مجلس النواب ممكن تجاوز القوانين اللي أخراجها فيه داخل هذه الدورة تقريبا يعادل 3 مجالس 3 مجالس سابقة وده يمكن كان مجهود كبير جدا على مجلس النواب طب مجلس النواب الحالي ما يقرب من حوالي 887 مشروع قانون لو احنا ضفنا عليهم كمان 390 قانون بقرار يمكن لأولت الكلام أنه مجلس النواب الحالي كان ليه دور كبير فيه إنشاء حاجة اسمها البرلمانية الدولمسية البرلمانية ويمكن دولمسية البرلمانية كانت موجودة كانت دور كبير جدا فيه تواجد مصر فيه المحافر الدولية وتواجد مصر أيضا فيه الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي والاتحاد العربي وليه كان مجلس النواب بالأرقام ياخد ياخد طبعا متميز لكن اهم يا فندم المشروعات واجراءها اللي خرجت في هذه الدورة من مجلس النواب اللي حضرتك يعني بتعتبرها إنجاز لهذا المجلس في دورته طب قانون البناء المواحد لدور العبادة وده يمكن هذا القانون داخل مجلس مئة وستين سنة وكان مطالبة لأخواتنا وشركائنا في الوطن الأقباط إنه يبقى يوم حق إنهم يقيموا دور العبادة وليوم حق حتى إنهم يدهنوها ويصينوها كان الكلام ده عشان تاخذ أمر نكتعمل صيانة في كنيسة لازم رئيس الجمهورية أي وصح فده قانون نحن أصدرناه قانون متوازن خدنا رأي كل التواف حتى الأزهر وقانون أنا شايفه قانون حضاري بمسل وحدة الوطنية بشكل كبير جدا جدا ده قانون البناء المواحد لدور العبادة وخاصة الكنائس القانون الآخر وهو قانون أنا بعتبره طبعا هو قانون للإنسانية هو قانون التامين الصحي الشامل هو طبعا قانون عندما أقدمت عليه الدولة أو الرئيس عفتاح السيسي كان تبنى هذا إحنا ما طلعنا في 25 يناير قلنا عايزين التعليم والصحة التعليم والصحة التعليم والصحة أنا شايف الملفين شغالين فيهم بطريقة يعني كبيرة جدا النهاردة فيه طفرة كبيرة جدا في التعليم فيه النهاردة تطوير فيه التعليم الصحة أنشأنا قانون تامين الصحي الشامل وده يمكن أمر يعني أنا شايفه مشروع الإنسانية في العصر ويمكن بتطبع النهاردة آه هو إذا كان فيه تجريبي إذا كان فيه عدم رضا أو بنسبة كام لكن لا أقدر أقوله بالأرقام أن عشرات الألاف النهاردة تمت إجراء عمليات في التعليم الصحي وصرف الأدوية بالمليارات أو الملايين أنا شايف أن ده قانونين دول لهم أثر في المستقبل وهيكون لهم برضو خاصة تامين الصحي الشامل هيكون لدور إحنا كنا منتظرين وبقالنا فترة كبيرة يا فندم هو دخل على فكرة وخدم قطاع كبير من المواطنين بالضبط قانون تامين الصحي الشامل للمعلومات أن دخل مجلس النواب تقريبا 2003 مرة و2007 مرة هو يعني أول ما اتطبق اتطبق في بورسعيد فدام نحظكه أنا كنت أحد مقدم مشروع القانون على فكرة وحضرت المقشوات بتاعته ودراسات الالكتورية بتاعته لكن اللي عايز أقوله أن القانون ده دخل قبل كده واترفض لأن كان مجلس موجود مجلس رجال أعمال وكان بياخد كمية أو استقطع مبالغ من رجال أعمال فتم رفض هذا القانون أو إرجاءه لكن النهاردة عشان يتم النهاردة هذا مشروع طفرة كبيرة جدا جدا ده مشروع الإنسانية وأنا أقول ده تقيمك يا فندم بعد سنتين من تطبيق هذا القانون في بورسعيد حضرتك شايف أنه هو فعلا حل المشاكل الصحية للمواطنين ولا ينقصوا لا طبعا يعني أقدر أقول أن التأمين الصحي الشامل هو يعني ما زال في مرحلة التجربة ده رقم واحد رقم اثنين لسه القائم على العمل أو إحنا ما غيرناه إحنا جمنا شؤون صحية اشتغلت فإذن لسه العقلية مش عايزة تفهم تحقيق الجودة ازاي والتعامل مع المريض ازاي فهو لسه احنا أعتقد احنا ممكن أقيمت التأمين الصحي في بورسعيد تقريبا أديله 70% لكن لسه ما اكتملش محتاج يكتمل ازاي من وجهة نظر أنه لازم يكون في مستشفى الجامعة ممكن وطالب سيد وزير التعليم العالي بسرعة الانتهاء من مستشفى الجامعة بورسعيد ده هيكون دعامة قوية جدا وارتقاء وتحقيق الجودة بجد في بورسعيد لأن احنا عندنا انت عارف بورسعيد احنا عندنا فقرة في أو نقص شديد جدا في بعض التخصصات اللي موجودة فلما في مستشفى جامعة هيعمل وده خلي بها حدك هيكون هو الترس الدافع لنجاح منظومة التمين الصحي أيضا التعضيات اللي موجودة اللي جانت اختار بدقة الشخصيات اللي اختار الكفاءة وعايز موظف وخلاص انا عايز موظف يكون عنده فكر وعنده كذا وعنده كذا ده 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 قدر اقول في التمين الصحي ممكن هو النهاردة بيجربه النهاردة اعتخد ياود اسماعيلية والأقصر ومشايرين دلوقتي فلازم نشوف احنا حصل مشاكل في بورسعيد ايه هنعالجها ويكمل بقى ان شاء الله بإذن الله ان شاء الله كان فيه يا فندم من التليفونات اللي جات لنا في بداية الحلقة كان فيه معلم اتصل وقال انه هو فيه بعض القوانين لازم تخرج من مجلس النواب خاصة بالمعلم حضرتك شايف انتم ممكن في الجلسات القادمة حاليا في الجلسات القادمة اعتقد يعني هيبقى صعبة جدا لكن لا قدر اقول ان ان لجنة التعليم عندنا لجنة يعني انا بأعتبر لجنة فنية ولجنة متخصصة او مهنية زي نقوله يمكن احنا منطلب طبعا يعني هو اكيد فيه حاجات محتاجينها اللي يرتقاء بالمعلم وخاصة فيه النواح المالية وده امر مهم جدا جدا ان يتم تعديل بعض الاشتراح المالية وممكن حتى سيدة الرئيس كان في بعض الاوقات قال احنا نقدر ندي فلوس لكن في نفس الوقت عايزين ندي كفاءات موجودة بكرة ان شاء الله هيكون معنا سيدة النائب هاني ابازة وهنتكلم حاجات كتيرة عن دوافد زميلي اه طبعا فهو هيجي معنا بكرة ان شاء الله وهنتكلم عن مشاكل كتيرة معلقة خاصة بلجنة التعليم صحيح هو طبعا يا اخوي وصديقي اللي هو هاني ابازة ووكيل لجنة التعليم في مجلس النواب وهو ليه خبرة كبيرة جدا ومهتم بهذا الملف وانا ممكن من ناس اللي بناخد رأيها وفكرها في التعليم ونتملوه طبعا يعني كون الحوار مع حضرك ويستفد منه المشاهد ان شاء الله ان شاء الله لانه يعني في بعض المشكلات اللي يعني النهاردة الناس اتكلمت فيها فعشان كده احنا عملنا الفقرة زي بكرة مهمة قوي طيب في حضرتك التصالح في مخالفات المباني برضو بعض المحافظين استجابوا وقللوا القيمة صحيح وفي البعض الاخر برضو يعني لسه شوي هل هيتم مخاطباتهم بتقليل القيمة والله شوفي يعني نازل ده يعني هو طبعا قانون وقتي وقانون حصل فيه لغة كثير جدا في المرحلة الماضية والمشكلة ان فيه ناس مش عارفة تفرق ما بين التعدي والمخالفة ايه فيه فرق بين التعدي وفيه فرق بين المخالفة طيب حضرتك فرق لنا برضو عشان دي فرصة يستفيدوا منها التعدي ان حد تعدى على املاك دولة ايه اتعدى على منك دولة مثلا ايا كان بقى هيئاته وكذا واحد تعدى بالبناء على الارض الزراعية المخالفة ان هو بنى بدون مثلا اجراء الترخيصات محددة في وقت معين لكن انا اعز اقول مشكلة تتلخص فيه انا مشكلة خلاص القانون بيبالفظ انفاسه ايه بوجه التحية للمحافظين الشجعان اللي استجابوا لمواطنيهم وتم التخفيض كان انا شاف في البحر الاحمر وشاف في اسوان وشاف في اسكندرية وشاف اعتقد في كفر الشيخ وشاف الجيزة كمان محافظة الجيزة استجاب لتخفيض المبالغ كانت 30 قصة 30-40% تخفيضات وانا اقول لهم انتوا محافظين عندكم قدرة ان انتوا تسمعوا المواطن ونشوف مشكلته الامر التاني المهم بقى انا بقول دولة رئيس وزراء بوجه لحد ذلك يعني ملحوظة او رجاء انه يتم تشكيل لجنة لتحديد رسم الكردون للقرى والمراكز والمدن ده رقم واحد من وزير الدارة المحلية السيد وزير المحلية والسيد وزير اسكان وهائة المساح ويتم عدد كردون وزي ما سيادة رئيس هناخد منه نختص منه خطة احمر يبقى يحط خطة احمر هو ده اللي يتحط في زمام القرى ان احنا التوابع اللي موجودة في مشكلة كبيرة جدا نهارده انت الدولة لما تخلت عن دورها في سنوات كثيرة جدا وقانون 119 لسنوات كان بيدي المدن والمراكز وممنوع ما كانش بتعامل القانون على القرى فالناس بنات في القرى طب دلوقتي انت بتقول لأت على القرى انا عايز انت مخالف او انت عايز اصلى او كذا هل النهارده هحط حيز عمراني وقول ده نقطة من هنا وده خطة احمر وحدش عد عليه عشان حافظ على الكتلة الزراعية وحافظ على شكل الخدمات والمرافق انا هديها والكلام ده انا عايز برضو اوضح معلومة احنا لما عملنا قانون التصالح كان ليه هدفين في مجلس النواب و احنا امكاننا تقدمنا به في مجلس كان هدفه ان احنا فيه محافظات زي القاهرة والجيزة واسكندرية والاليوبية وبعض المحافظات ان احنا فيه فعلا مشاكل كبيرة جدا والمضاء التاني ان فيه بعض الناس كانوا قاموا باني والاسف شديد ما درش يحصل على ترخيص ليه ظروف المحدد وقلنا حطينا خطوط رأسية اللي خارج خط التنظيم ده مش امروش حق الترخيص اللي باني على املاكة دولة ده برضو فيه اشكالية المتعدي على سواء نهاية سك الحديد او الواف او 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 ده كلام كنا بنقول نعمل اصلاح او نقدر نعمل حاجة في هذا الشأن لكن انا عايز اقول لازم تشكل لاجنة من رئيس الوزراء الوزير الاسكام در محلية وهيئة المساحة على اساس ان احنا نحط خط ونقول ده خط هنا خط احمر محدش عدي بعد النقطة دي في يفطة موجودة واحنا عارفين الكلام ده كله يبقى فيه زمام موجود او تحديد الكردون او تحديد الحيز العمراني لكل قرية وكل مركز ويبقى كده عفلنا عن موضة للزمن ان شاء الله سيادة النقب فيه جالنا اتصالات تليفونية ناسة عايزة توصل لحضرتك بخصوص تأجير اسواء المواشي بس احنا يعني خلاص مش عايزين ندخلهم على التليفون احنا بس بنوصل الرسالة لحضرتك فيه مخالفات فيه مخالفات في التأجير فيه عدد كبير من المحافظات زي الشرقية وبرسعيد والقاليوبية تمام فاحنا بنبلغ رسالة لحضرتك هو طبعا لازم فاهمين ان قانون الاسواق وتحديدا تأخير من الاسواق المواشي هو ليه قانون خاص ويمكن انه مفوضين سلطات للمحافظين ويبقى كل سوق ليه مسافة كيلو متر موجودة ويكون مقام على ارض مش ارض سواء زراعية يكون ارض واخد ترخيص من الزراعة او من حماية الاراضي لقامة الاسواق هي انتشرت الفترة الماضية ديت تحديدا الناس بتحب تقنن في الاسواق ويمكن المشكلة ديت موجودة فيه تحديدا فيه الشرقية وفيه جزء في برسعيد لكن مافيش مهمنا عن احنا نشوف سوق الزقز سيد النائل اه بالظبط هو اللي فيه مشكلة اه بالظبط وانا عارف المشكلة اه فيعني ممكن تتحل المشكلة اه محافظة هي المناطق او حدرك تسعادة يعني احنا بعتنا ممكن مذكرة وكلامة سيد محافظ ممكن مش عايز ويبقى الهولة كانت محافظ وهو بدر فيه لجنة مشكلة بإدراسة موضوع الترخيص لانه لازم يعمل مزايدة القانون عنده لازم يعمل مزايدة على انشاء الاسواق المواجه تحديدا تمام طيب يعني احنا سألنا حضرتك عن تقييمك للمجلس بصفة عامة تقييمك للنواب وشفت هم مثلا اصدروا في ايه حضرتك توجهلهم رسالة او ما تتمناه في الفترة القادمة من النواب لا هو انا طبعا عايز اقول للنواب يعني هو طبعا احنا عايشنا فترة خمس سنوات في مجلس النواب انا بعتز بصداقة كل زملية عضاء المجلس ويمكن انا مكتبي مفتوح لكلهم متواصل معهم بشكل كبير لكن انا عايز اقول النواب يعني اعتقد ان مجلس النواب مختلف تماما واللي هيكمل ان شاء الله في الدورة القادمة لازم يكون اتغير ولازم يكون خد قدر كبير جدا من الحكمة ومن هل في منهم يعني نقول ايه كان في بعض التقصير بالنسبة لدوائرهم لا هو فيه طبعا اكيد فيه نواب قصرت يعني في الدوائرهم لكن ما قدرش انا اقول الناخب هو اللي يقدر يقول بقى كل نائب اثر في داهلته ازاي لكن هو فيه بعض الناس بلا شك نقدر نقول الناس عندهم الزكاء وفاهمين وعارفين النائب اللي خدم ونها ما خدمش النائب متواجد النائب مش متواجد طيب في الختام يا فندم فيه اي رسالة حضرتك تحب توجيها لأي حد والله اهل بورسعيد اهل الزايرة طبعا انا يعني بوجه تحية لشعب بورسعيد اللي انا نولت الشرف تمثلهم في مجلس النواب وطبعا اتمنى ان انا كنت على قدر المسئولية وقدر تمثلهم الحمد لله بصان في مجلس النواب او في تمثيل لأي مؤتمرات دولية لكن اللي عايز اقوله الرسالة اللي عايز اقولها لشعبنا يا ريت ما ننظرش لان فيه حملة شديدة جدا هذه المرحلة واكاذيب موجودة واشعات لأسف شديدة محدش يتناول اي خبر او اي شع الا لما يتأكد منه ان انت كده بتوجه رصاصة لحد ممكن يكون حد كويس وحد شغال وحد وانا اعز اقول برضو ان هذه الهجمة النهاردة على الدولة المصرية لازم اقول يعني يا ريت كل ولادنا وكل شبابنا وكل مسقفين وكل الناس فيه هجمة كبيرة جدا احنا كمصريين نتصدى لهذه الحملة لان هذه الحملة على الدولة المصرية مش على شخص او كذا او 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 جهة لكن الحملة بامانة شهيدة هي الحملة على الدولة المصرية وهو الهدف منها هو اسقاط الدولة المصرية والكلام دا مش بقوله على اساس اكيد مش بقوله عشان لا انا بقول بقى بجد ان فيه حملة ومنهجة ظهر بالها اسبوع عشرة ايام موجهة لإسقاط الدولة المصرية فاحنا بنقول لأولادنا والشبابنا ياريت محدش يتناول خبر مش موصوق ياريت محدش يتناول الفيديو مش موصوق فيه وده نحصل نفسنا كلنا ببعض سيد النائب انا بشكر حضرتك على وجودك معايا النهاردة يعني كنا عايزين نتكلم عن انتخابات الاعادة وانتخابات مجلس النواب ان شاء الله بنتمنى لك كل التوفيق يا رب ان شاء الله وتنعقد الدورة القادمة لمجلس النواب ويكون فيه تكامل بين مجلس النواب ومجلس الشيو لإسرائيل حساسي بشكر حضرتك يا رب ان شاء الله مشاهدينا انتظرونا بكرة حلقة مهمة جدا لانه النهاردة زي ما حضرتكم شفته كان فيه قرارات مهمة من وزارة التربية والتعليم والدكتور طريق شوقي ناس كتيرة كانوا عايزين يعملوا مدخلات وفيه قراء كتيرة بكرة معايا سيد النائب هاني أبازة هنفتح التليفونات وهنتكلم عن موضوعات مهمة بتخص الطالب وايضا بتخص المعلم موضوعات بتهم كل الأسر المصرية كل الناس كانت منتظرة النهاردة المؤتمر انتظروني بكرة وحلقة جديدة وتستعين دي تسبوع لخير